مبارح حكيت عن العرق سوغس وهذا يعني أنه لازم نحكي عن صديقه الصدوقي اللي بيكون دائماً معه بكل صفر تأكل خصوصاً في رمضان وهو التمر هندي تغدى وتعلى عنده وهدف هذه الحلقة أنه نحاول نبتعد عن العصائر اللي ما احد يعرف مصدرها ولا فوائدها ونتجه لأشياء طبيعية زاد فوائد مسبتي وعلمية وبنفس الوقت لذيذة وهنية لذلك يا أبو مالك يعتبر التمر هندي الكاوي والداوي لعلاج تقروحات المعدة بيشبه العرق سوس بهذه الشغلة الآن الأماني أنه التمر هندي والعرق سوس بيطلعوا برمضان أكثر شيء حتى يخففوا عن الجهاز الهضمي هالشيء صدفة والأجدادنا كانوا يعرفوا ما بعرف بس هاي الحقيقة يعني تقروحات أمعاء قرحة معدي امساك آسي وفتاك عسر هضم خود تمر هندي ورجع لعندي غير هالشيء كمان يحتوي التمر هندي على فيتامين سي وحديد بكميات كبيرة كمان التمر هندي يا أبو مهدي بيعالج التهابات المسالك البولية استعملوا كم يوم بنظف المسالك البولية من أي التهابات مهما كانت استنى للسماء خلصت التمر هندي بنظم ضغط الدم يمنع تصلب الشرانين ينشد الجهاز الدوري يمنع تجلطات يقلل الكورتزول يخوى القلب صب يا حبيبي لألك صب لأنه لما تستمر بشرب التمر هندي رح يزيد من صحة ونقاء الجلد بفضل العناصر والفيتامينات اللي فيه بنعم الجلد وبيضو الوجه بس الشيء الغريب كتير بالموضوع مع أنه مليان سكريات إلا أن الأبحاث بتقول أنه بينظم نسبة السكر بالدم يعني مرضى السكري بيتحسنوا مع التمر هندي هلأ موضوع تنشيط انسولين أو شيء محلي بيعرف لحد الآن على كل حال لازم أذكر أنه لازم استغل رمضان لصحة الجسم هذا الشيء فرصة لكل إنسان اللي عنده مشاكل صحية إنه يعالجها بالصيام وحتى بعد المغرب يكون أكله أليل وخفيف هذا شهر صيام وليس شهر طعام وعلى فكرة إذا حطيت إعجاب وشاركت المقطع بين الأصحاب ما رح تفسد صيامك اتذكروا بعض بالدعاء ولا تنسونا من دعمكم ودعواتكم وبس السلام